وانت في الفريق الاول ايه اللي كان بيلفت نظرك مين اللي كان بمهاراته بانتا وانت بتشوفه كده مستقرب بجابة الحاجات دي كلها بوستا كابتن انا في مكاني اللي اتنين كانوا بيسحروني حاسم حمدي ومصطفى يونس حاسم حمدي بهدوءه وميلانه وطخطيته واخبالك انت وزير الدفاع مصطفى يونس بمهاراته يعني انا اول ما رشوف سردلاك بياخد سبعات ومفوق كورة واخبالك وحاجات اللي بتعجب الجمهور مصطفى عشان كان في جزء كبير جدا من حياتك مهاجم اه طب كابل عبس انتر فرود فلما رجع ورا بقى يستعمل حاجات دي ودي كانت جديدة علينا يعني حاجات دي كانت جديدة علينا بس احيانا كان بيجي يعمل سبعة تتلب سبعتاشر علينا والحاجات الهندماية بقى كانت مصطفى كان الخطيب يعني الخطيب كان بمهاراته اه يعني انا فاكر كلمه ساحدت طلعت من الملعب المصري ايها اه كيف تفتكره من المهارات الخطيب اشيولك تفتكر مهارات مصطفى عبد الله انا انا عايز اقولك اعايز اقولك يا مصطفى ان ذكاؤه هو كان عارف انك انت الترس بتاعك فاكر الصورة ده بعد الدور العام دي كان قدي جمال عبد الحميد كدسة موجود وفاوز سكوتي وخاليق جدالله وماهر ومصطفى مينوس ما عرفش مين اللي كانوا أقف ورانا يعني زكاءه وكابتل مصطفى انه هو كان عارف امكانيات اللعيبة اللي حواليه يعني مصطفى عبدو كان يروح على الايم البعيد عشان عارف ان مصطفى الكروس بتاعه هيعدي الناس كلها انا كنت متفق معاه يعني انا في التسقين كنتقول لباس خليك على الورايبة لا خليك على البعيدة وهو طبعا من الناس اللي انا الصياطة على حسها ومختار كان بيروح لعلى القريبة عشان عارف ان مختار ضعيفة وطبعا غير بقى غير الحاجات اللي كانت فيها التركات المصطفى اللي كان بتتعامل انه هو كان بينزيل ياخد المدافع ويخلق لنفسه مساحة يروح فيها طار الشيخ وبصنصالح يروح تطهالو يعني الجمل صفوت كمان صفوت كمان صفوت كان فرق معنا كثير قوي يعني عاز اقول لك ابتل مصطفى الكورة الحديثة هذه صورة الخاتبة مع الدرع الكورة الحديثة اللي احنا كنا بنلعابها خلال جيلنا الجمل التكتيكية اللي كان بتتعامل هيدوكوتي يجي خلق مننا حاجات احنا ما مكناش متخيلين ابدا